باختصار شديد ودون الدخول في التفاصيل لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة لأن ذلك يفقد الجسم قدرته على امتصاص الحديد والبروتين الموجودين في وجبة الطعام البروتينية مما قد يؤدي إلى فقر دم خصوصا إذا ما تحولت هذه الممارسة الخاطئة إلى عادة يومية بل ويتركز هذا الفقد عند من هو أساسا يعاني من فقر دم لماذا؟ لأن الشاي يكسر عامل امتصاص الحديد الموجود في المعدة علما بأن عملية الامتصاص الأخيرة تتم في الأمعاء وما أردت أن أقوله هو أن هناك عامل يسمى بعامل امتصاص الحديد موجود أساسا في المعدة هذا العامل إذا تكسر يمر الحديد ويصل إلى الأمعاء دون أن تتمكن من امتصاصه أما الصحيح طبيا هو أن يشرب كوب الشاي بعد الوجبة البروتينية الأساسية بساعة على أقل تقدير أي بعد تمكن الجسم من امتصاص تلك المواد التي يحتاجها وأنا أتحدث هنا عن الوجبات البروتينية التي بها لحوم حمراء أو بيضاء ولا أتحدث عن أي وجبة ولقد كتبت في هذا الموضوع تحقيقا متكاملا مدعوما بالمراجع البحثية لمن أراد التوسع وهو موجود على الرابط أدنى ومع العلم من كل هذا هناك من يصر على أن شرب الشاي بعد الوجبات البروتينية لا يضر بل ويضيفون على ذلك قولهم أن فوائد هذه الممارسة تفوق أضرارها وهنا أؤكد بأن هذا الكلام هو خارج نطاق المتعارف عليه في المؤسسات البحثية وعليه أقول بأن الكلام الخارج عن المألوف وإن كانت صياغته علمية يحتاج لدليل من خلال الدراسات العلمية البحثية المحكمة الموثقة في المؤسسات الطبية لا مجرد كلام شفهي واختصار هذا الرد يتجلى في قول المولى عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ترجمة نانسي قنقر